بسم الله الرحمن الرحيم مع الجزء الثاني في الهندوفر وآخر خالص سيشن في الكورس كله كورس الجسم الهندوفر تايبس ده موضوع مكمل للمقدمة اللي احنا اتكلمنا فيها في الهندوفر فافتكر بس الكلام اللي احنا قلناه اللي هو بتاع الهندوفر في آخر جزء بس اللي هو الهندوفر بيتم ازاي كسيناريو اللي هو هندوفر هندوفر كماند هندوفر اكسس فزيكال انفو و هندوفر كمبليت افتكر الكلام اللي هو المرة اللي فاتت مهم اول تراجع عليه قبل ما ندخل في المرة دي الهندوفر تايبس معناه اللي نقصده اللي احنا هنتناوله هنا في الجزء دي هو مسميات الهندوفر بيزد على اللوكيشن بتاع اليوزر فين تمام؟ اللوكيشن بتاع اليوزر موجود فين يعني وضع التو سيلز عامل ازاي؟ بص يا سيدي ففيه نوع فيه نوع رقم واحد اسمه انترا سيل هندوفر بنختصره كده IHO انترا سيل هندوفر النوع ده تحديدا بيبقى بالتفصيل في الابتوميزيشن مش هنا خالص لانه موضوعه ليه ليه تفاصيل كتير بس ايه النوع ده؟ الانترا سيل هندوفر النوع ده يا سيدي بص انك انت بتعمل هندوفر داخل نفس السيل يعني بص كده اه دي السيل ها هو انت فيه حلو؟ موجود في مكان ما موجود في مكان ما هنا كده دلوقتي انت وانت واقف في المكان ده بتتكلم مثلا على طايم سلوت 4 على F8 حلو؟ دي TCH اللي انت بتتكلم عليه فالبي سي سي شافت من المجرمينت ريبولتس بتاعتك ان انت عندك بات كواليتي تمام؟ زي ما تلكم موضوع في ليه تفصيل فانا مش هاخد فيه خالص انا بس هاشرح البوينت اللي بينا فشافت ان انت وانت بتتكلم عندك بات كواليتي على الكول بتاعتك على الرغم من السجن الثرينس بتاعتك او الاركس ليفل بتاعتك كويسة فهي هتعملك حي اسمها intra cell handover بالمناسبة كلمة intra ماشي كلمة intra يعني داخل نفس الحاجة يعني اما تلاقي قدام اي كلمة معناها ايه؟ معناها انت مغيرتش الحاجة دي يعني مثلا اقول لك ايه intra cell يعني معناها ان انت جوه نفس السل مغيرتش السل انما لما اقول لك inter cell inter مش intra inter cell معناها ان ايه؟ ان سل وسل تانية غطحت فيبقى يفرق ما بين مصطلحين خليناك اكتبهم لك على جنب كده مصطلحين شانحة مستخدمهم دلوقتي intra و enter intra يعني انا نفس الحاجة مغيرتاش فلما اقول لك intra cell يبقى انك جوه نفس السل مغيرتاش لما اقول لك inter cell inter cell معناها ايه؟ سل وسل تانية تتكلم في two cells مختلفين تمام؟ زي internet و intranet نفس المعنى طيب مهم فالبيس سي شافت ان انت و انت موجود في المكان ده عندك bad quality فقالت لك كان هعمل لك hand over بس هتستل انت جوه نفس السل يعني هتعملك ايه يعني؟ هتخليك تتحرك تروح على another cell وليكن مثلا اللي هي time slot 3 على F7 شافت ان انت غيرت time slot ان انت بتتكلم عليه تمام؟ فده نوع من انواع ال hand over تمام؟ فالuser اللوكيشن بتاعه انه موجود في السل وتعمله hand over داخل نفس السل وبيكمل على time slot تاني تمام؟ ده نوع فيه نوع اخر فيه نوع تاني اسمه inter cell inter cell intra bsc intra msc hand over ايه الكلام ده؟ معناه ان انت بتعمل hand over between two different cells عرفت ازاي انه مكتوب انتر انتر سل انتر سل معناه ايه؟ معناه اللي الوزر موجود في سل معينة والنتورك هتغيره السل اصلا كلها على بعضها كده وتوديه لسل تانية يعني هياخد time slot الوزر موجود على سل اخرى مش النوع ده مش نفس السل لا سل تاني طيب وضع two cells ايه بقى؟ وضع two cells انا في الموقف ده two cells دول موقفهم ايه؟ يعني مين البيتي اس اس بتاعتهم ومين البي اس اس بتاعتهم ومين الام اس اس بتاعتهم؟ بيوصفها لك بقى بقية الجملة بقية العنوان two cells دول داخل نفس البي اس 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 ايه؟ يعني السل اللي انت فيه والسل اللي انت هتروح له هما الاثنين هما الاثنين هما الاثنين اه هما الاثنين two different bts مظبوط صح؟ يعني bts1 و bts2 ماشي تمام؟ خلاص؟ bts1 و bts2 وبعدين وبعدين intra bsc يعني هما الاثنين داخل نفس البي اس 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 يعني two cells دول under control نفس البي اس 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 تمام؟ واللي هما برضو تبع نفس الام اس 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 خلاص؟ يبقى مين المتغير في الموضوع؟ المتغير ان انت عندك two different btss كده بصوا المنظر عامل كده المنظر عامل كده بص add bts وانت في الcele دي وهتروح تعمل هند ووفرDو السلة التانية دايت في بتي اس اس تاني فدي كده بتي اس one هنا دي كده ب�데 اس 2 وهما ب Past 1 و ب เ� mandar Thi هما الاثنين تحت نفس bay س اس 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 اس但 تمام؟ وتحت نفس الامس اس 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 يعني مش two different bscs ولا two different verschwams حلوم تب واحد يقول لي احيه? طب هو مش ممكن ان انا بكون بتنقل ما بين السكتر والتاني هل ينفع برضو تسمي نفس المصطلح ده لو انا بتنقل ما بين سكتر وسكتر يعني بص عاملة كده عاملة كده بص ان انت ادي BTS واحدة فقط وانت بتتحرك من السكتر بتاع الانتنة دي للسكتر التاني نقل كده يعني انت مش تو different BTS ازو ولا حاجة يعني هي BTS واحدة بس ايه صح نفس الكلام برضو يعني الانوان ده برضو ينطبق عليه تمام هي الفكرة ان انت غيرت السل تمام غيرت ليه غيرت السل كويس طيب فدي كيس تانية الكيس التالتة او السيناريو التالت ان انت بقى ايه التو سيلز اللي عندك دول هم اقتوا different سيلز بس الاتنين الاتنين مش تحت نفس الBSC فهتلاقي بص النوع التالت عامل كده النوع التالت اسمه كده اسمه انتر سيل ايه وماشيو احنا عارفين يعني two different سيلز وtwo different سيلز دول موجودين كل واحد فيهم في different BSCs انتر بيس سيز انتر يعني اتنين مختلفين على طول بس هما الاتنين سيل تحت نفس ال MSC انترا MSC انترا MSC يعني هما يتوبوا بيس سيز تابع نفس ليه تابع نفس ال MSC شكلها عامل ازاي شكلها عامل ازاي شكلها عامل ازاي شكلها عامل كده اهو BTS 1 واتروح ليه سيل تابع BTS اخرى BTS 2 دي كده تابع بيس سي 1 ودي كده تابع بيس سي 2 بس هما الاتنين في الاخر هما الاتنين في الاخر تابع نفس ال MSC اهو انترا سيل والاتنين في two different BTSs تمام ماشي انتر بيس سي يعني two different بيس سيز وي يعني السيل اللي هنا تابع BTS 1 وبيس سي 1 والسيل التانية اللي هنا تابع BTS 2 ومس سي 2 طالما طالما الموقف ده كده لازم ال MSC يتدخل ليه ليه لازم في الموقف ده ما يكون الحاجة لها معنى ليه لازم في الموقف ده ال MSC يتدخل في الهندوفر لانه بهم انتهى البساطة ما فيش BTSs مربوطة ببعض في الجاسم ولا فيه بيس سيز مربوطين ببعض تمام شكيا ما بسأل الناس اقول له ايه اقول له احنا عندنا في two بيس سيز في الجاسم مربوطين ببعض ما تقولش إيس لان لو قلت إيس طب هقولك على طول إيس من الانترفيس اللي رابطهم ما فيش انترفيس رابطهم ما فيش اتنين بيس سي مربوطين ببعض عارف لو الاتنين بيس سي مربوطين ببعض انت مش تحتاج ال MSC في حاجة لان هما الاتنين كونكتت ببعض فيكلموا بعض related بالهندوفر ده يعني المسجز بقى اللي انا قلت لك على بتاعة المرة اللي فاتت بتاعة هندوفر كماند و هندوفر اكسس و هندوفر مش عارف ايه وكلام ده المسجز دي رايحة جاية ما بين التو سلزة طبعا تروح الجزاي جاية ما بين التو سلزة لازم بقى فيه رابط ما بينهم فلو انت عامل البيس سي والبيس سي وان والبيس سي تو مربوطين ببعض ماشي بس الكلام ده مش موجود في الجأس أم فتاني معلومة أكيد ما فيش اتنين بيتياس مربوطين ببعض وما فيش اتنين بيس سي مربوطين ببعض وعلى فاكرة وانا بشرح لك نوتوكستركشل لقيتك الكلام ده فلازم نرجع لمين لازم نرجع لكبير اللي هو الامل سي عشان الامل سي مربوط بالبيس سي دي ومربوط بالبيس سي دي فهو يقدر ينقل ما بينهم من خلاله الحاجات الريليتت بالهندوفر كويس طيب يعني يزبط الدنيا بينهم بهم بعض فده نوع تاني من ايه ده نوع تاني من نوع تالت سوري من الهندوفر النوع الرابع ان هم بقى مختلفين خالص بقى النوع الرابع ان انت ايه ان انت الدنيا عندك صعبة جدا انتر سيل يعني تو ديفرنت بي تي اسز وانتر بي سي سي تو ديفرنت بي سيز وكمان انتر ام سي سي على فكرة ده على فكرة ده نوع هندوفر كومبليكيتد معقد انتر ام سي سي كده انت عندك السيلة الاولانية والتانية كل واحد فيهم دنيا مختلفة تماما عن التاني فبصد كده دي بي تي اس وان اللي بتحكم فيها بي سي سي وان واللي هي تابع م اسسي وان والسيلة التانية اللي انت هتروح لها تابع بي تي اس تو بي تي اس تو ديت تحت بي سي سي تو و بي سي تو دي كونكتد بي اما سي سي تو هتقولي طب هو هو اي الرابط بقى ما بين التو سيلز يعني ميه اللي هربط التو سيلز الام السيز دو ليه ليه الام السيز هما اللي هربطوا بعض لان احنا قلنا في نتورك ستراكشور ان ان المسيز مربطين ببعض يعني اي امسي سي يقدر يوصل لاي امسي سي كونكتد بي مطفقين فدول الاربعة سيناريوز اللي عندنا على حسب اشكي تقولك في الاول نوع الهندوفر هنا يعني انواع الهندوفر اللي انا حطوا ده معناها بازد على الوكيشن بتاع اليوزر او الوكيشن بتاع التو سيلز اعمل ازاي انت داخل نفس السيل حخاص مش هنتكلم على ده تاني ده مش هنتكلم عنه تاني تمام؟ يا إما داخل نفس السيل يعني أنت بتتشينج فقط تتعمل صوته ونت تداخل نفس السيل يا إما أنت ما بين two different cells ماشي؟ والtwo different cells دول واحدة تابعة BTS1 والتانية تابعة BTS2 بس هما الاثنين تحت نفس الBSC وتحت نفس MSC أو النوع الثالث أن the two cells دي تابعة BTS وBCC ودي تابعة BTS وBCC بس هما في الآخر لهم نفس الMSC النوع الرابع اللي هو المعقد شوية اللي هو السلل اللي هنا والسلل اللي هنا completely different يعني دي تابعة BTS وBCC وMSC ودي تابعة BTS وBCC وMSC ماشي؟ فأنا أوريكي التلاتة سيناريوز دي السيناريو ده ماشي الأول وبعد كده أوريكي السيناريو ده وبعد كده أوريكي السيناريو ده التلاتة افهم أول واحد اللي هو السهل فيهم اللي هو ده وبعدين اللي بقين يعني فروق بسيطة ما بينهمهم بعض تمام؟ ركز ركز وافتكر الكلام اللي قلناه المرة اللي فاتت بتاع السيناريو بتاع الهند ووفر بيتم إزاي كمسجز خلاص؟ طيب تعال بقى على أول واحد النوع ده اللي هو زي ما قلتلك اليوزر هو الموبايل هو الموبايل ماشي؟ بيتحرك ما بين two cells هند ووفر دي تابعة BTS ماشي؟ ودي تابعة BTS ثانية بس هما الاثنين under نفس البيس سي سي اللي هو كونكتد بالبيه طبعا بنفس البيس سي سي فتلما تجي تبص على السيناريو كي هتلاقي بص ايه؟ موبايل ستيش ودي الـ old BTS خلانا نفترض ان دي الـ old BTS دي الـ old تمام؟ واللي تحت دي واللي تحت دي هي ليه؟ هي الـ new ماشي؟ الـ new BTS اللي هو اروح لها خلاص؟ طيب وديه new BTS ويهي الـ BSC اللي هو دي تمام؟ طب هنا ليه ما بنكتبش الـ MSC لان الـ MSC مالوش داخل بالموضوع كده الموضوع هنا هيتم من خلال الريديو محنش محتاجين للـ MSC في حاجة تمام؟ هو الـ hand over أصلا وظيفة أصيلة للـ BSC احنا فقط بنحتاج الـ MSC في حالة الـ 2 سيناريو زينا لسه هشرحهم بعدين عشان الـ BSC مش بيشوفوا بعض يعني الـ BSC مش بيشوفوا بعض فمحتاجين حد ربوتهم ببعض حد يتدخل في الموضوع حد شايفهم هم هم الـ 2 حد يتدخل بهم هم الـ 2 طيب بص بق قصة الـ hand over بتبتدي ازاي؟ بتبتدي بالـ measurement report اللي الموبايل بيبعثه على الساتش ماشيك لا افتكر بقى كلام للنمر اللي فاتت الموبايل بيقيس بيقيس الـ serving cell وبيقيس الـ neighbor's cells وبيعمل measurement report بيحطه على الساتش بيبعثه في الـ uplink بيبعث measurement report كله 480 ms بيبعثه على الساتش تمام؟ حلو الميجرمينت report طلع في الـ uplink من الموبايل راح راح فين؟ راح لحد الـ bts الـ old bts تمام؟ حلو اخذ بالك لسه مفيش new bts خالص راح للـ old bts الـ old bts هتعمل ايه في الميجرمينت report؟ مش تعمل ايه حاجة هتبعته زي ما هو كيه هتاخده تروح يوديه بيس سي تمام؟ فالبيس سي هتعمل ايه هنا؟ هتبدأ بقى تشوف تعمل analysis على الميجرمينت report ده وتشوف وتقارن هل الراجل ده فيه سيل تانية افضل منه ولا مفيش؟ ونشوف الـ condition متحقق ولا مش متحقق لو متحقق تمام؟ محتاج hand over هتبدأ اول حاجة هتعمل ايه؟ تشوف السلية اللي هي هتعملك الـ hand over وتروح لها وتقولها ايه؟ وتقولها ايه؟ اكتيفيلو تي سي اتش في يوزر هيجيلك دلوقت بالهاند اوفر هيجيلك جديد بالهاند اوفر اكتيفيلو تي سي اتش الفلانية خلاص الـ bts دي قاعدة كده مستنياك تروح لها تمام؟ وبعدين الـ bc تي جايه؟ بعتلك hand over command او على الـ fach channel طبعا الـ bc هتبعت امر بص 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 الـ bc هتبعت امر لـ old bts اللي انت لسه فيها وانت لسه ما تعرفش انك انت مفروض تعمل هاند اوفر حد دلوقتي تبعت لها تقولها ايه؟ تبعتيلو hand over command عشان كده بص شايف الكلمة انا كاتبها فين؟ انا الكلمة كاتبها تحت الـ old bts عشان ما تجي تذكر انت ما تتلغباتش فالـ bc هتخاطب الـ old bts اللي انت لسه تحتها وتقولها ايه؟ وتقولها ايه؟ خلي الراجل ده يبعتيلو hand over command فهتجي بعتلك على الـ fatch hand over command فتتعمل ايه؟ اللي قلنا المرة اللي فاتت هتنفذ هتجي رايح للـ select جديدة هتنفذ يعني ايه؟ يعني هتسيب الـ bts اللي انت هتسيب الـ هتسيب الـ time slot اللي انت كنت عليها وتروح للـ bts هتروح للـ time slot الجديد بس هتسيب tch وتروح للـ tch break before make ماشي؟ خلاص روحت الـ select جديدة خلاص بقيت في الـ new bts ماشي؟ بعت من عليها ايه؟ ماشيج ليها hand over access تمام؟ على الـ fatch channel الـ bts هي مستنياك اصلا تجي لها فانت جيت لها قلت لها انا جيت خلاص هتجي بعتلك تقول لك ايه؟ physical info الـ time advance اهو هي الـ bts الجديدة بتبعتلك انت كموبايل اهو بتبعتلك انت كموبايل تقول لك ايه؟ تقول لك خد في الـ down link خد معلومات الـ time advance تمام؟ حلو انت كموبايل لما تجيلك معلومات الـ time advance تجي انت بعد في الـ up link تردلها تقول لها ايه؟ تقول لها هندوفر complete تمام؟ طيب الهندوفر complete ده طلع منك روح لحد الـ bts اللي انت تحتها ليه جديدة منت خلاص بقى تنهلت تقول لها هندوفر complete تجي الـ bts الجديدة بعت الهندوفر complete ده للـ bcc عشان ايه؟ عشان حكتين اللي انها مرة اللي فاتت عشان الـ bs c امرتك بأمر؟ محتاجة تعرف تنفذ ولا لا؟ فهي بقى الهندوفر succeed ده ولا فايل؟ لان هي بناءة عليها بتتصرف لما هي المفروض هي اللي بتمنج منك الـ connection فلو انت الـ connection بتاعك ده هي بتقول لك اتنقل عشان تعمل continue وتتروح للسلة التانية وانت ما نفستش الكلام ده؟ ما نفستش بقى لأي سبب؟ خلاص؟ فتبقى عارفة ان انت لسه استيل عندك مشكلة خلاص؟ طيب فرقم واحد تعرف ان الهندوفر succeed ده وانك اتنقلته تمام والعملية مش تمامة الحاجة التانية ان هي بتبعت back ليه الـ bts القديمة تقول لها ايه؟ التي سي اتش اللي كانت مع اليوزر ده يعمل لها release خلاص منه وشيليها منه release يعني شيليها منه remove يعني شيلي التي سي اتش اللي كانت متخصصانه اللي هو اصلا كان بيعمل علاقة كله موضوع سهل خلاص measurement report evaluation اكتيفيل وتي سي اتش وانتقول لك هندوفر command تنفذ تبعت لك معلومات تايم ادفانس وانتقول لهم هندوفر complete شيلي التايم الصوت القديم فيش اسهل من كده تمام؟ ركز بقى في السيناريو التاني اللي جاي ده عشان هو ايه؟ هيبدأ يكالكع سنة بسيطة عن الموجود ده تمام؟ بس خليك فاكر ان السيناريو بالمنظر ده كده شوية دول كده هيكرره معنا في كل اللي جاي تمام؟ طيب ايه السيناريو التاني بقى؟ خلينا قبل ما السيناريو التاني خلينا نكتب هنا كده مصطلح او مسمى يعني نكتب انتر سل انترا بي سي سي ماشي؟ طيب السيناريو التاني اللي هو بقى ايه؟ زي الرسمة كده زي الرسمة دي تمام؟ ومبقى يتحرك من السيل دي رايح للسيل دي تمام؟ السيلة الاولانية تابعة بي سي سي وبي سي سي مختلفين عن السيلات التانية اللي انت هتروح لها اللي هي تابعة بي سي وبي سي مختلفين طلاع ما اختلفت البي سي سي طلاع ما اختلفت البي سي سي شهرم طالع ما هم لتنين تتابع نفس البي سي سي عشان الكاس التالتة هنشرحها لسه ان الاثنين دول مش تابع نفس الMSC تمام فاتبص كده للنوتز اللي دخل معنا في اللعبة نوتز دي نوتز اللي دخل معنا في اللعبة تمام هتلاقي موبايل ستيشن اللي هو ده الالد بيتيس اللي هي دي الالد بيس سي اللي هي دي النيو بيتيس اللي هو ده النيو بيس سي اللي هي دي ماشي وده الMSC لو متحكم فيهم بهم بعض تمام طيب ماشي موبايل يتحرك من هنا الهن بص بق كالعادة الموضوع بيبتدي منين من عند الموبايل بانه هو بيبعت المجرمينت ريبورت على الساتش بيبعته المين البيتيس بتاعته اولد بيتيس اللي هو لسه فيها هو لسه فيه ماشي والمجرمينت ريبورت ده تقوم البيتيس مزحلقه موديه للبي اس سي راح هنا المجرمينت ريبورت عملت الافاليويشن بتاعتها لات ان فيه سيل تانية اللي هي دي افضل منك فمحتاجها تعمل لك هند اوفر لكن شافت شاء البي اس سي دي شافت ان السلال انت بتريبورت لها انك انت عاوزت رحلة او يعني طلعت في الريبورت ان هي افضل سيل هي مش عندها مش under control بتاعها ومال under control مين بي اس سي مختلفة فهي البي اس سي مش كونكتت بيها يعني الالد بي اس سي والنيو بي اس سي مفيش كونكشن بينهم بهم بعض كده فهي الالد بي اس سي تعمل ايه البي اس سي اللي انت فيها حاليا تعمل ايه ثم تبعت الامس سي تقوله ايه تقوله احنا عندنا هند اوفر كده عاوزين نعمله هند اوفر ريكويرد ممكن تساعدنا فاللوها طب استنى انت عايز هند اوفر لمين هند اوفر للسلية دي اللي هي تبعت البي اس سي دي فطم تبعت لها الامس سي ده يوم يبعت لها يبعت لليه للبي اس سي الجديدة تمام هيبعت له ايه اللوها بعد ازنك عادينا عند نوعا اندوفر كده عاوزين نعملو اندوفر notice. فاتقوله توب استنى مان да عاوز به اندوفر is the eyes الليie في السيل كده انا بتحكم فيها. اه. توب استينا كده. اكتف لك تي سي اتيş. تمام. يعني استينى آشوف لك tenemos فيه تي سي اتش بضي عند Odyssey ولو لا فهيشوف كده اكتف تي سي اتش. اه اكتف تي سي اتش. هيبعت للبيتي اس الدي. اللي هي في السيلة اللي تُرح لها اللي هي التارجة سي وتقول لها ايه وتقول لها حضاري نفسك بالتسي اتش ده هيجيلك دولة بالهندوفر تمام حل وبعد كده البيسي سي دي القديمة دي اللي انت فيها قاعدة مستنية هي طلبت منك طلب هندوفر هي طلبت من الام السي طلب ان احنا عايزين هندوفر هي طلب الطلب مستنية الرد الرد هيكون ايه الرد هيكون ان في تسي اتش فاضية معلوماتها كذا اتنية عليه تمام ما فهي البيسي اعاوزة في الاخر تبعت لك اندوفر كوماند بس الاندوفر كوماند ده يتضمن جواه المعلومة بتاعته ايه هي التي سي اتش اللي انت المفروض تروح لها تروح عليها بس المعلومة دي مش عند البيسي سي نفسها لان السلال اللي انت عايز تروح لها هي مش بتتحكم فيها فيما تعرفش السلال اللي انت عايز تروح لها دي هي المفروض انت تتنيل على انهي تايمس لوت لكن المعلومة عندي مين المعلومة عند الام السي سي اللي طلب ده فعليا من ال BSC اللي انت مفروض تروح لها فال MSC هيرود بي ايه هي TCH اللي انت مفروض تروح لها TCH is allocated يعني تخصصت لك يعني تمام فال MSC هيبعت لل BSC اللي انت لسه فيها يقول لي خلي اليوزر بتاعك يعمل هند اوفر وتفضلي دي معلومات التامل صوت اللي مفروض ان هو هند اوفر عليه بس ال BSC فورا تجي عامل ايه تجي عامل بقى كل الباقي اللي انت عارفه هتبعت لك هند اوفر كوماند فأنت تنفذ الهندوفر كوماند خلاص رحت السلية الجديدة هندوفر أكسس تبعت من عليها هندوفر أكسس في الابلينك وبعد ما أنت تبعت هندوفر أكسس هي تبعت لك معلومات في الـ Time Advance وبعدين أنت بابت تقولهم إيه هندوفر كومبيلت الهندوفر كومبيلت تطلع منك إنت أبص أنت بايت هنا خلاص بايت في السلية الجديدة تمام تمام بايت في السلية إيه انت بايت في السلية الجديدة، دي طيب، انت بايت في السلية الجديدة، هتبعد الموبايل هايبعد للسلية الجديدة ولاقي هندوفر COMPLETE ايوه.. الهندوفر خلاص COMPLETE تكونوا تمام فال because الجديدة تقوم تبعد لBTC، والBSC هم yhte지고ده IMSC لازم الists لصاله الهندوفر COMPLETE ده ليه؟ لانه وصل لبي�ariatو drops هو هو اللي بيمانج الموضوع فلازم يعرف تمام لازم يعرف ان فيه هند اوفر كان مسؤول عنه تم متفقين كده حلو فبس في الهند اوفر كومبليت ده يطلع منك انت كموبايل رايح من خلال البيتي اس بتاعتك ليه البيسي سي بتاعتك الجديدة والبيسي الجديدة تبعته الامسي تمام طيب الامسي ده مستني الهند اوفر كومبليت مسج ليه عشان حاجتين اول حاجة يعرف ان الهند اوفر نجح تاني حاجة عشان كالعادة البيتي التيمستوط القديمة ما تشاريتش خالص لسه البيتي اس القديمة دي والبيسي القديمة محتفظين بها ليك محتفظين ليه عشان الهند اوفر ده لو فشل تم ترجع عليها تكمل عليها تاني تمام فبس فالامسي هيرجع للبيسي القديمة او لها انت عندك يوزر كوتت محتاجة هندوفر عملناه له تمام فلو سمحتي شيل له التسي اتش القديمة ما عادتش معها فالبي سي تبعت للبي تي اس تقولها ايه تقوله اعملها اعمل ريليز للتي سي اتش دي تمام الفرق الفرق ايه بين السيناريو ده والسيناريو اللي فات الفرق هو تدخل المسي في الموضوع وانهو حلقة حلقة وسيطة مبين البي سي دي والبي سي دي تمام بس مش اكتر اقل اقل انما انما السيناريو الرئيسي هو ده هو هندوفر كوماند في داون لينك هندوفر اكسس من السلالة الجديدة بتبعته وبعدين بتبعت لك هي السلالة الجديدة الفيزيكا الانفو وانت بعد كده بتبعت هندوفر كومبليت اللي في الاخر هيروح للمتحكم في الهندوفر عشان حاجتين عشان يعرف ان الهندوفر نجح وعشان نشيل التسي اتش القديمة من السلالة القديمة خلاص بس ببساطة طيب السيناريو التالت قبل ما انقل السيناريو التالت خليني اسمي ده اسمي بتاعه اللي هو انتر سل انتر بي سي سي انترا مي سي سي داخل نفس المي سي سي الاولانية تبع بي تي اس وبي سي سي ومسي سي والسير التانية تبع بي تي اس وبي سي سي ومسي ده السيناريو التالت اللي احنا قلنا نتكلم فيه تمام؟ دلوق الكاس الصعبة فلما تيجي تبص كده قد الموبايل وبعدين بتايس الانيس القديمة البي سي القديمة الامج سي القديم والاذي بتايس الجديدة به السي الجديدة والامج السي الجديد لن فيش اي مفيش اي一个ختلاف خالص بس كده كالعادة الموبايل بيبعت مي جيرمنت ريبورت على السهتش ماشي طلع منك راح للبي تي اس بي اس تبعت البي سي اللي انت ديس فيه هتعمل قال الاناليس على مي شرمنت ريبورت لقت ان انت محتاج هند ووفر ولكن الهند ووفر ده لسي مش عنده. فتعمل ايه? ملهاش مالجأ غير الامسي بتاعها. فتبعت له تقول له ايه? انا عندي يوزر عاوز يعمل هند اوفر توسيل. بس السيل دي انا ما بتحكمش فيه. فتفضل. ساعدني. هند اوفر الكويرد. الامسي شاف ان السلاية اشتابعه اصلا هوش خاصية. يعني مش موجود تحت السورفز بتاعته إنما موجودة تابع مختلف فهو يروح يكلم يقول له يا جبير ميسي الجديد بقى السلية الجديدة أنت عايز تروح لها يقول له لو سمحت فيه هند اوفر ريكوست عاوزين نعمله عندنا كده هند اوفر عاوزين نعمله فيه يوزر عندي في السلية عندي أنا عايز يجي عندك خلاص فلو سمحت ساعدنا في الهند اوفر ده فهيبعت الامسي القديم الامسي الجديد يقول له هند اوفر ريكوست فقال له طب استناني كده المشي يقول له استنى الامسي الجديد هيروح لمين هيروح للبيسي سي اللي تحتها السل اللي انت عايز تروح لها مش بيروح لأي بيسي بيروح للبيسي سي اللي انت مفروض تروح لها حل لان الامسي ده تحتيه ايه بيسي سي كتيرة الامسي ده تحتيه كذا بيسي سي يروح يكلم مين هيروح يكلم البيسي سي اللي هي السلية اللي انت عايز تروح لها هي تحتها under controlها يعني فإيه إذا سمحت hand over request فتقوله طيب ماشي فهي تجي إيه قيلة للBTS اللي السلية الجديدة تحتها تلاقي إيه active user ده TCH فيه يوزر هيجيلك دلوقتي بال hand over ماشي active له TCH دي هو هيستخدم وبعدين خلاص المسي مع معلومات المسي ده مع معلومات إيه TCH اللي المفروض اليوزر يعمل hand over ليها فيجي إيه إيه بعتها لك يقولك TCH is allocated نفس السيناريو ده بالزبط يا جماعة بالزبط TCH is allocated بالزبط تمام فالمسي الجديد اللي هو تحته السلية الجديدة هيبعت للمسي القديم اللي هو فيه السلية القديمة يقوله إيه يقوله إيه يقوله اعمل hand over باستخدام المعلومات دي باستخدام التCH دي ال old msc هيعمل إيه مش هو اللي بينفز الكلام ده هيبعتها للبسي سي يقولها إيه يقولها خديد فضالي يعمل hand over to time slot d شوف 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 ال bsc شوف ال bsc طلبت hand over واستنت كل الوقت ده الحد ما يجي لها المعلومات دي بس 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 شوف hand over record طلع من old bsc واستنت كل ده على بقى ما السيناريو ده كله يحصل تمام؟ طيب ال bsc دلوقتي بتاعتك اللي انت رسا فيها عندها معلومات التCH اللي انت مفروض تعمل hand over ليه تمام؟ قاعد بقى السيناريو اللي بقديم انت عارفوا بقى هتبعتها لل bts وال bts تبعتها لك في hand over command hand over command جوا التCH اللي انت مفروض تروع عليها فهتنفذ hand over access خلاص كده بقيت في ال bts الجديدة ماشي بقيت في السيلي الجديدة اللي في ال bts الجديدة خلاص فانت اول ما تبعت hand over access message ال bts الجديدة تبعت مرحابة بيك وبعتلك اللي ايه physical info اللي بتعمل advance وبعدين تجين تبعت hand over complete ال hand over complete ده تمام؟ وطلع منك راح لي ال bts وبعدين راح لي اه سوري طلع منك راح لي مين؟ لي ال bts الجديدة صح؟ طيب المفروض ان هنا بقى مفروض ان هنا ان السهم ده يكمل معاك للآخر كده يعني السهم ده المفروض يكمل كده حياد للآخر كده صح؟ ما هو ال bts الجديد ده هيعرف منين bts الجديد ده هيعرف منين hand over complete لازم توصله فهو بس السهم ده انت مده السهم ده كده مده وصله لحد الآخر يعني hand over complete اللي الموبايل بقعتها بقعتها لل bts بتاعته دي كده وال bts بتاعته وبعتتها لل bs c بتاعته وال bs c بتاعته الجديدة يعني بعد أنه موصلوا ل msc طب ليه لازم توصل ل msc جديد؟ عشان ل msc جديد يبعث إلى msc القديم ليه؟ عشان مsc القديم يريليز الترافك القديمة فهامت؟ فال msc الجديد дه لازم يوصله ان ال hand over لازم يوصله ان الهندacia Speak تم علشان هو بدوره يبلغ Donald M6C اللي هو بدوره بيبلغ Old B6C اللي هو بدوره بيبلغ Old B2S علشان في الاخر تستيجتش القديمة اللي انت كنت عليها في السلة القديمة تتشعل تمام فالسيناريو هو معروف مفيش اي اختلاف خالص يعني السيناريو ده لو انت بصت فيه كده الوهلة كده هتلاقيه بالزبط زي السيناريو ده مفيش اي فرق صح هي فكرة بس ان انت زودت MSC مش اكتر. اما انو تجي تبص عليه هو هو. ماشي. الحاجة الرئيسية فيه هندوفر كماند. هندوفر اكسس في الاب لينك. فيزيكال انفو في الداون لينك. هندوفر كمبليت في الاب لينك. وفرق خالص هنريليز الترافك التشانل الايه القديم. طه لكده نكتب على السيناريو ده اسمه. اه انتر. سل. انتر. بي سي سي. انتر MSC. خلاص. كده الحمد لله كورس الجاسم دن. خلاص الحمد لله. ارجو ان انت تكون استفدت. وكورس الجاسم مهم جدا. اهميته تكمن ان انت لما تجي تروح ل3G هو محتمد عليه. معتمد على فهمك لي. وصدقني يعني ال4G كمان وال5G كلهم معتمدين اكتبقى فاهم السيستم ده. تمام. اعمل ايه بعد كده بعد كده في الكورس ده. النكس تسترب المنطقية ان انت تتعلم 3G. 3G basics. UMTS. تمام. وبعد 3G بتتعلم 4G. وعلى حسب انت عاوز تكمل شغل ازاي. فلو انت مثلا ناوي تتخصص فيه شغل الراديو. اه بتاخد كورسز الراديو. بتتعلم الراديو. فتبدأ الموضوع بكورس درايف تست. ومن ثم بعده كورسات الراديو. كورسات الراديو اللي هي ايه. كل السيستم بقى من السيستمز اللي موجودة اللي هو 5G بلاني. دي كورسات الراديو اللي انت اناوي تتخصص في الراديو. طب لو انت مش هتشتغل الراديو. لو مش هتشتغل الراديو يبقى انت هتشغل مثلا ايه في الكور. الكور طبيعته ان انت محتاج نتورك. فانت الاول تتعلم البيزيكس اللي هو GSM 3G 4G. ما تتعلمش درايف تست. لان هو ده الكورس الار اف درايف تست. ده كورس ريديو. فلو انت اشتغلت في الكور مفيش معنى انك انت تتعلم درايف تست. مش مفيد في حاجة. هو مفيد لو انت هتكمل ريديو. حلو. لو انت هتكمل كور. لو انت هتكمل كور. فيبقى انت محتاج الاول تكمل البيزيكس. يعني بعد ال GSM تكمل 3G و 4G و 5G. وبعدين تروح بقى نحت الكور. الكورس بزاعته متنوعة على حسن متى تشغل في الكور. بس ما اللي بتكون كورس نتورك. يعني مثلا CCNA, CCNP او الحاجات مثلا 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 هواوي, HCNA, HCMP خلاص. وهكذا. الكور فيه كورس كتيرة بس كلها علايته بيه النتورك والكلام ده. طمام? حاجات بقى جديدة زي كلاود. ماشي? وهكذا. خلاص? لو انت هتشتغل مش هتشتغل كور ولا هتشتغل ريديو. فيه شغل بتاع الترانسوميشن. فيبقى انت بعد الكورس ده. محتاج تكمل البيزيكس ازا ما قلتلك. البيزيكس ده حاجة اساسية. يعني بعد 2G, 3G, 4G و 5G. التلاتة دول كده. او الاربعة دول كده. 2G, 3G, 4G, 5G. دول اساسي. لازم تتعلمه معي شغلانة. سواء كور سواء ريديو سواء ترانسوميشن سواء اي حاجة. لان دي بتعلمك السيستمز شغال ازاي. بغض النظر انت مكمل ازاي. فلما انت هتشتغل ترانسوميشن. هتكمل البيزيكس زي ما اتفقنا. 2G, 3G, 4G, 5G. بالاضافة الى كورس الترانسوميشن. كورس الترانسوميشن هنا عندك كورسين. كورس اللي هو مايكرويف ترانسوميشن. و كورس اسمه DWDM. تمام? تاخد احدهما على حسب تتشتغل ايه او كلاهما. على حسب تتشتغل ايه. والحاجة التالتة اللي انت هتحتاجها لو بتتشتغل ترانسوميشن انك تبع عارف نيتورك. فتدرس السيسين ايه. تمام? مش لازم تتعمق قوي في السيسين ايه. بس انت تبقى فاهم السيسين ايه. يعني فاهم يعني ايه VLAN. فاهم يعني ايه ساب نوت ماسك. فاهم يعني ايه IP. فاهم ماشي. فانت محتاج تلات حاجات دول. فلو انت تشتغل ترانسوميشن رقم واحد. تبقى متعلم البيزيكس. 2G, 3G, 4G, 5G. وتبقى متعلم تانية حاجة. آآ الكورس الاصلي اللي هو بتاع ترانسوميشن. آصلة. شغل ن manufacturer تتعلم ترانسوميشن. اللي هيا فيه كورسين عندك مايكالم ترانسوميشن او dwdm تتعلم الاتنين او واحد فيها على حسب انت تشتغل ايه يعني هتشغل ترانسوميشن ازاي؟ الحاجات التالتة الحاجات التالتة بعد البيزيكس وبعد ترانسوميشن. بعد كورس ترانسوميشن. الحاجات التالتة انت تتعلم نتورك CCNA. خلاص? يعني ده حاجات انت هتحتكي بقى في الشغل. بس في بقى عندك حاجات كتيرة بس مين لي. في عندك شغل كتير بس مين لي هما دول التلات حاجات الميجور اللي الناس بتشغله. خلاص? راديو كور ترانسوميشن. راديو بقى كورسات راديو. كورسات كور. ترانسوميشن كورسس كورسس ترانسوميشن. ولكن كلا هما او كلهم بيتطفق ان انت تتعلم من الاتي. 2G بيزيكس. 3G بيزيكس. 4G بيزيكس وال5G. الاربع دول. تمام؟ متفقين كده. اي هوب ان انت ان شاء الله تكون استفدت وبالتوفيل الجميع ان شاء الله. والى الملتقى واشوفك مع اي كورس جديد ان شاء الله. السلام عليكم. اشتركوا في القناة.